اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أستحضر أولاً وجدت السيدة نور هذه الوصفة في مجلة للطبخ تريد استثمارها لإعداد خبزة مرطبات لعائلتها المكونة من أربعة أفراد المقادير اللازمة لإعداد خبزة مرطبات بالفواكه لستة أفراد المكونات المقادير لستة أفراد بيض ستة سكر مئة وخمسين غرام فرينة مئتين وأربعين غرام زبدة مئة وعشرين غرام يغرط ثلاثة خميرة ثلاثة فواكه جافة مئتين وسبعين غرام أساعد السيدة نور على إعداد جدول يتضمن المقادير اللازمة لخبزة مرطبات من نفس النوع لأربعة أفراد الإجابة المقادير اللازمة لخبزة مرطبات من نفس النوع لأربعة أفراد يساوي المقادير اللازمة لخبزة مرطبات من نفس النوع لستة أفراد على ستة في أربعة المكونات المقادير لأربعة أفراد بيض ستة على ستة في أربعة يساوي أربعة سكر 150 على ستة في أربعة يساوي مئة ثرينة 240 على ستة في أربعة يساوي 160 زبدة 120 على ستة في أربعة يساوي ثمانين يغرد 3 على ستة في أربعة يساوي اثنين خميرة ثلاثة على ستة في أربعة يساوي اثنين فواكه جافة مئتان وسبعون على ستة في أربعة يساوي مئة وثمانين بلغت كلفة هذه الخبزة ألفين وأربعمائة مليم وهو ما يمثل خمسي ثمن شرائها جاهزة من الصوق أبحث عن المبلغ الذي كانت ستضيفه السيدة نور إلى كلفة الخبزة لو اشترتها جاهزة من الصوق الإجابة ثمن الخبزة من الصوق ألفان وأربعمائة على اثنان في خمسة يساوي ستة آلاف مليم المبلغ الذي ستضيفه السيدة نور إلى كلفة الخبزة ثمن الخبزة من الصوق إلا كلفة الخبزة التي أعدتها ستة آلاف إلا ألفان وأربعمائة يساوي ثلاثة آلاف وستمائة مليم ثانياً اشترى بائع متجول من أحد التجار ثلاثمائة وستين كأساً بحساب أربعمائة مليم الكأس الواحد صفف ثلثي الكؤوس في صناديق ذات ستة كؤوس الواحد وباعها بثمن جملي قدره مائة وستين ألف وثمانمائة مليم ووضع بقية الكؤوس في صناديق ذات اثني عشر كأساً وباعها بثمن جملي قدره خمسة وسبعين ديناراً أحدد قيمة ربح التاجر في الكأس الواحد من كل صنف من الصناديق الإجابة ثمن شراء الكؤوس ثمن الكأس الواحد في عدد الكؤوس ثلاثمائة وستون في أربعمائة يساوي مائة وأربعة وأربعين ألف مليم قيمة البيع الجملي بالمليم ثمن بيع الصناديق ذات ستة كؤوس مع ثمن بيع الصناديق ذات الاثني عشر كأسان مائة وستون ألف وثمانمائة مع خمسة وسبعون ألف يساوي مائتين وخمسة وثلاثين ألف وثمانمائة مليم ربحه في الكأس الواحد من الصنف الأول عدد الكؤوس من الصنف الأول عدد الكؤوس في اثنان على ثلاثة يساوي ثلاثمائة وستين في اثنين على ثلاثة يساوي مائتين وأربعين كأسان ثمن بيع الكأس الواحد ثمن البيع الجملي من الصنف الأول على عدد الكؤوس من الصنف الأول مئة وستون ألف وثمانمئة على مئتان وأربعون يساوي ستمائة وسبعين مليم مقدار الربح في الكأس الواحد ثمن بيع الكأس الواحد من الصنف الأول إلا ثمن شراء الكأس الواحد ستمائة وسبعون إلا أربعمئة يساوي مئتين وسبعين مليم ربحه في الكأس الواحد من الصنف الثاني عدد الكؤوس من الصنف الثاني عدد الكؤوس الجملي إلا عدد كؤوس الصنف الأول ثلاثمائة وستون إلا مئتان وأربعون يساوي مئة وعشرين كأسان ثمن بيع الكأس الواحد ثمن البيع الجملي من الصنف الثاني على عدد الكؤوس من الصنف الثاني 75 ألف على مئة وعشرون يساوي 625 مليم مقدار الربح في الكأس الواحد ثمن بيع الكأس الواحد من الصنف الثاني إلا ثمن شراء الكأس الواحد 625 إلا 400 يساوي 225 مليم أحدد قيمة ربحه الجملي بطريقتين مختلفتين الإجابة قيمة الربح الجملي يساوي قيمة البيع الجملي للكؤوس إلا ثمن الشراء 235 ألف وثمانمئة إلا 144 ألف يساوي 91 ألف وثمانمئة مليم أو مقدار الربح في الكأس الواحد من الصنف الأول في عدد كؤوس الصنف الأول مع مقدار الربح في الكأس الواحد من الصنف الثاني في عدد كؤوس الصنف الثاني 270 في 240 مع 225 في 120 يساوي 64 ألف وثمانمئة مع 27 ألف يساوي 91 ألف وثمانمئة مليم مقدار الربح